الموضوع طبعا احنا تعرف الكابتر محمد احمد مجل كبير ومثل القوة الجوية والاعزان عطاعة كبير في مجال كرة القدر ودائما هو دائما بالفورما في مباريات فريق القوة الجوية دائما هو الورقة الرابحة بالفعل حاليا هو يعني في انتخابات الأخيرة دخل إلى محترك الجانب الإداري وهو عضوها إدارية وحاليا الاخوان في النادي القوة الجوية من الكشوفات النادي ورد اسمه ضمن الأسواع المشاركة في الدور العراقي وتعرف يعني يوم قدم اكو مباراة طرفيها القوة الجوية ونادي الكاربا صار احنا اتصالوا على ادارة القوة الجوية وكانت ادارة متفهمة لهذا الموضوع وتحدثنا هناك اكو خيار يعني النظام الداخلي والنظام المسابقة للبطولة يجب أن يكون الأضو الهيئة دارية يكون تهو استقلالية لا يمكن اجمع بين التدريب واللعب ولهذا بلغناهم وأرسلونا قصدك الإدارة واللعب دكتور مو التدريب نعم الإدارة واللعب لأننا هناك حديث آخر مع مدرب مدرب كابتن غالب عبدالحسين مدرب السماوة تحدثوا لأخوان وأنا ذكرت يعني كابتن شمير في واقع أيضا قد الموسمين صارت عندما أقدم على تدريب نادي السماوة وهو كان عضوه إدارية في نادي القوة الجوية في قياد نادي القوة الجوية اتخذ قرار دكتور هنا مو تغتلل باعتبار هو خدم نادي آخر لذات الأغراض وذات المسابقة اليوم الحديث وفي نص قانوني أذكر الوليد الزيدي تحدثوا إياه قال بما أنه بنفس النادي يجوز أن يكون لاعبا وعضوها إدارية فهناك نص قانوني يمنع هذا الموضوع لهو اجتهاد لهو شنو التفاصيل لو يرجعون يعني إلى اللائحة الموجودة اليوم والأخوان حتى يعني بعد القوة الجوية ذكر المادة والفقرة لا يمكن تجمع بين الإدارة واللعب فخيرناهم وبعثنا يعني رسالة للأخوان أما يختار اللعب وهو يعني يرمز كبير ولا يزال عطاء كبير والإدارة يجي في وقتها يعني تحدثوا والأخوان في موضوع يعني موضوع الاستقالة يمكن تعليق فالتعليق لا يمكن يكون هناك تعليق التعليق هناك التفاص على القانون وعلى النظام وعلى النظام وعلى النظام اللي مطروح في لائحة المسابقات عجب دكتور منتهم علق عضويتك من إدارة هذا الموضوع إذا تتحدث لك أنا أنا يعني موضن للهيئة العامة موضن للهيئة العامة لنادي الزوراء عندما أقدم الفيفا بكتابة شخص فقط الدكتور رافد رئيس الاتحاد الفرعي طيب لا هو هذا مو موضوع بس الآن 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 هذا ذكرت هذا الموضوع طيب لا هو ليس للمعرضات الترك الآن حمادي أما اللعب أو الإدارة ولا خيار ثالث بينهما لا لا ولهذا يشوفوا اليوم القوة الجوية اللعب في يوم غد إن شاء الله إذا عندهم خيار هو أما هو اللعب يختار اللعب وأما يختار الجوية شكرا جزيلا للدكتور أسعد لازم عضو الهيئة التطبيعية كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك ومعلوماتنا تقول في مباراة يوم غد حمادي لن يحضر المباراة كلاعب وسيأخذ وقت طويل للتفكير لتصويب رأيه أما أن يستمر كلاعب كرة قدم ونجم الصقور أو الذهاب إلى المجال الإداري دكتور أسعد لازم عضو الهيئة التطبيعية سألت قلت للقانون يسمح قال ماكو خيار ثالث أما أن يستمر كلاعب أو عضو هيئة إدارية أخي العزيز أنا أحتي لك بالقانون إذا أسمحت لي إحنا حسب ما أنا افتهمت أنه القانون 18 عام 1986 كان نعم صارم بهذا القضية وواضح أنه لا يجوز تجمع ما بين اللعب والتفكير لكن اللي افتهمت بأنه قانون 18 عام 1988 تم تعديله وفق المادة خامساً وسابعة ما ذكر الجمع بين اللعب والإدارة شارك حمادي في مباراة يوم غد أو سيكون ضمن القائمة من اللاعبين إحنا بالمرحلة هاية نحب أكون طريح ويامي ما نريد نحرج الهيئة الإدارية ولا نريد نحرج المدرب ولا نريد نحرج الجمهور وكذلك ما نريد نحرج الاتحاد ولا الناس المختصين باللعبة فإحنا عشاء أمام حالة مننا الباشر إن شاء الله ده ندرسه أكثر ويكون القرار قبل اللعبة أكيد باتجاه إما يشارك شاك الحمادي حتى نأمن من ناحية القانونية مشاركته وأما لا يشارك في حالة لا سمح الله إذا كان القانون طيب نفرح فرضية أن القانون لا يسمح رغبة اللاعب وين بالعمل الإداري لو يستمر كلاعب حسب تصوره إحنا إذا افتراضيات أخي العزيز حسب الافتراضيات رح نجاوبك بالافتراضيات طبع هو لاعب دارك ويقرص قانون اللعبة ويقرف الوسط الرياضي ويقرف شنو نتائج إذا خالفنا القانون ويقرف شنو نتائج إذا مشينا ويا القانون فبالتأكيد إحنا رح نمشي ويا القانون القانون إن كان سمح له فهذا لا عفوا بس أوضح لك سؤالي لواء شهر نعم أقول إذا القانون لم يسمح لحمادي بالجمع بين اللعب والإدارة فرض المحال ليس بالمحال نفرض القانون سار على هذا الموضوع رغبة حمادي بالمستقبل يرجع يكون لاعب كرة قدم لو يستمر كعضوها إدارية حسب تصورك هذا قرار يخصه ما أقدر أخذ نيابة عنه هذا القرار يعني لحد نعلم يتخذ القرار هذا قرار يخصه وهو إلى الشرية الكاملة والإدراكة العقلي إنه بأي اتجاه رح يستمر في حالة مثل ما اتفرضت جنابك أنت بالتأكيد هاي الفرضية هاي موجودة نفسي أنه فهو إلى حق الاختيار بيكون بوصل أمالته بأي اتجاه إداري أو لاعب شكرا جزيلا إلك رئيس ناد القوة الجوية لواء شهر كنت معي عبر الهاتف